موسيقى كما قلنا أن هذه الحكومة ثابت عليها أنها حكومة فاشلة وأنها حكومة لاحقتها الكثير من الملفات السيئة حيث فشلت هذه الحكومة في مواجهة وباء كورونا واضح فشلها فهي لم تستطيع إقناع الجزائريين بعد الخروج للشوارع بالالتزام بالضوابط الصحية والإجراءات الصحية المتبعة لدى كل دول العالم هذه الحكومة لم تستطيع حتى إقناع الجزائريين بخطر هذا الوباء رغم أن كل فضائيات العالم تتحدث بقى عنه إلا أن الحكومة لم تستطيع أن تكون هي مصدر لهذه المعلومة وأكثر من ذلك رغم أن هذا وهذا هو الخطر الذي هدد كل العالم وباء كورونا وباء عالمي كل الدول تواجهه كل الدول تقدم تقاريرها إلى منظمة الصحة العالمية الحكومة جراد كانت حكومة فاشلة في مواجهة هذا الوباء لم تخلق بدائل لم تستطيع مساعدة المعوزين الناس اللي تضرروا من هذا الأمر خاصة العامل اليومي وكثير من الأمور التي فشلت فيها حكومة جراد حكومة جراد رغم أنها جندت وزراءها إلا أنها لم تستطيع إقناع الجزائريين بالذهاب إلى صناديق الاقترار حيث كما شاهدنا نسبة 23 بالفاصلة نسبة المشاركة ثلاث ملايين قالوا نحو ثلاث ملايين وشوي قالوا نعم لهذا الدستور أكثر من مليون وستمية حسب الأرقام الرسمية إن صحت قالوا لا يعني حتى الهيئة التي من المفروض هي تعتبر شعبية الرئيس لم تقنعها الحكومة بهذا الدستور فقد فشلت الحكومة فشلا دريعا في إقناع الجزائريين على الأقل بالذهاب إلى صناديق الاقترار أما فشلها في إقناعها بهذا الدستور فهو واضح ومفضوح ولا يمكن بل أنه سيظل وصمت عار في تاريخ الجزائر ويخلي الجزائر ديمة عرجاء لأن دستورها دستور أقلية الأقليات مفروض على الأغلبية ليس له أدنى احترام في الشارع الجزائري بل أن أول استفتاء يجرى في عهد تبون كانت هذه المشاركة البائسة التي زادت في خلخلة مصاره ومصار ما بعد 12-12 إلى هذا الحد السلطات أرادت الآن أن تمسح المسكين في الحكومة هي مررت الدستور وخلاص انتهى أمره ولكن أرادت التغطية على هذا الفشل وتحميله للحكومة بهذه الطريقة والأمر ليس لهذا الحد بل أن المشكلة أصلا أنه النظام خطابه لم يتغير النظام مؤسساته لم تتغير الدستور أصلا جاء مناهض لتوجهات وقناعات الغربية الصاحقة من الجزائرين والأصل أن هذا الدستور جاء وهو يحمل بذور فنائه وليس بذور حياته فالمشكلة لا تتحملها الحكومة ولا الوزراء بل المشكلة يتحملها النظام برمته ويتحمل هذه المقامرة والمغامرة البائسة التي ثربت المصار برمته وتفرض على النظام تجديد نفسه في أقرب الأوقات وهذا الذي يفكرون فيه من خلال بوابة الحكومة هناك أيضا كثير من التحديات فشلت فيها الحكومة ندرة السيولة ونحن نشاهد الآن المواطنين الجزائريين أمام البريد في حالة بائسة يتنقلوا من بريد إلى بريد ووصلتني مثلا فيديوهات من مدينة الشريعة التي أنحضر منها وهو الأمر الذي ينطبق على كل عموم كل الجزائر أنه المواطن الجزائري صار ما يقدرش حتى يجيب دراهمو يجيب الشهرية انتاعه باش يعيش يعني في وباء كورونا الخدمة ما كانش ويزيد حتى اللي عنده شوية مصروف ولا هو عف العائلة كاين واحد راه يخلص ما يقدرش يجيب حتى دراهمو باش يعيش نحن في عصر إلكتروني بمعنى الكلمة الناس الآن راهي صارت تدفع فلوسها وتتقضي وكل شيء بالبرطابل مش بطاقة بنكية فقط والجزائر الآن ما يقدروش يجيبوا السيولة تلقى الناس تجري بالمعرفة بالمحسوبية يتعرف يروحوا الفجر قدام البوص ويوقفوا وراكم تشاهدوا هذه الصور التي يجري تنقلها في شبكات التواصل الاجتماعي حول هذا الواقع البائس ندرت السيولة أيضا انقطاعات الكهرباء حرائق الغابات أيضا انقطاع الأنترنت كثير من الفضائح التي لا يمكن وصفها انقطاع المياه الناس تستنى ينوضوا في جر يستنوا باش تخرج لهم قطرات ما من العين باش يشربوا كذا يعني اضطروا المواطنين يروحوا بعيد باش يجيبوا الماء عادوا الطريقة التقليدية اللي كانوا أكرمكم الله يمشوا على الحمار باش يجيبوا الماء يشربوا في الماء من الستيرنات رشعوا إلى الطريقة البائدة الناس تتقدم وتتطور والجزائر تعودوا إلى الخلف هذه الفضائح زادت في احتقان الشارع الجزائري الشعب الجزائري لما خرج في 22 فيذري 2019 كان يأمل في تغيير حقيقي وعدة السلطة وعدة المؤسسة العسكرية التي اجترت وعودها بعد وفاة القايد صالح وتبون أطلق وعود التي ستحول جزائر من ذلك الجحيم اللي كان عايش فيه الجزائريين إلى جنة ولكن كل ذلك لم يتحق لأنها وعود ليست مبنية على دراسة حقيقية للواقع بل وعود انتخابية سرعان ما تنتهي بمجرد أن يصل المترشح إلى مبتغاه كل هذه المعطيات زادت في احتقان الشارع الذي هو أصلا مصدوم من هذه الجمهورية الجديدة هذه الجزائر الجديدة التي لم يتغير فيها شيء للمؤسسة تتغير ولا المناصب تغيرت ولا كذا ولا البرلمان تغير بل أنه حتى الآن توجهات لعدم أنه لا تكون هناك انتخابات برلمانية وتشريعية معناها أنه لا تتغير السلطات المحلية ولا يتغير المجلس الولائي ولا البرلمان ولا أي شيء كل بقي على حاله مثل ما كان في عهد بوتفليقة الحاجة الوحيدة التي سارعوا بها هو قضية الدستور جربوه وأرادوا أيضا تفويت بعض الأمور لأنه لو حدثت انتخابات حقيقية واستفتاء شفاف ونزيه وشارك فيه الجزائريون ما استطاعوا يمرروا هذا الدستور العار الذي خدمته له جهات خارجية وفرضته على الجزائريين بل أنه أصلا هو دستور خدمه من قبل البوتفليقة وعادوا تبون بتلك الطريقة البائسة مع إدخال الحراك أو دسترة ما سمي الحراك لأن الحراك حوله إلى مجرد عنوان فقط للاستهلاك وليس حركة غيرية يجب أن تتجسد في أرض الواقع أيضا هناك فضائح بعض المسؤولين وزراء شفنا وزير الشباب والرياضة في حملة الدستور ماذا قال؟ استمعوا نقول لهم يوم أول نوفمبر أننا دسترنا بيان أول نوفمبر لأول مرة منذ الاستقلال ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد ولي ما عجبوش الحالي بد البلاد شفنا أيضا وزير البريد والمواصلات ماذا قال؟ مرانيش في صحراء أولا هني خلني فهرا عاصمة الغرب الباهية كانون تمين لوجمو بدون تغطية مش معهم كل هذه التصريحات أعادت الجزائريين إلى عهد بوتفليقة لما كان وزراء بوتفليقة يسبوا في الجزائريين لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله